الحمد لله وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أزدق الحديد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما تعلمون أن الشيطان يتسلط على الإنسان بسبب السحر الذي يفعله الساحر اللعين فنقطة ضعف الإنسان هي السحر فالسحر يفتح له باب على مصر عيه إلى عالم الجن والشياطين فالجن والشياطين يجدون له مدخلا بسبب ذلك السحر الذي يفعله الساحر فلذلك يجب على المسلم أن يعرف كيف يتحصن من السحر لكي لا يصاب بهذه الآفة الخطيرة التي تدخله إلى عالم الشياطين والشيطان يفعل به الأفعيل من قتل أو جنون أو خبل أو طلاق أو مرض أو تخييد أو عقم أو فسخ أو تعطيل فلذلك يجب على المسلم أن يعرف الأشياء التي تحصنه من السحر بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا سأذكر لكم بعض الأحاديث والآثار التي تحصن بإذن الله سبحانه وتعالى من السحر عن أبان ابن عثمان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء ثلاث مرات رواه أبو داود وترمذي وابن ماجة وصحاحه الألباني وحسن سناده الإمام ابن باز رحمه الله فهذا الحديث يبين لنا بأن الإنسان إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى وقال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساءا لا يضره شيء لا يضره شيء من الصباح إلى المساء وإذا قالها في المساء لا يضره شيء إلى الصباح فهو يحسن نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر الذي وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ذكر عظيم لأنه يشمل اسم الله سبحانه وتعالى والحديث صحيح صحاب الألباني وعسنه ابن باز وأيضا إذا نزل الإنسان منزلا أو دخل بيتا أو ذهب مكانا وخاف من ذلك المكان أن يؤذى أو يصاب بشيء أو يصاب بالسحر أو عين أو حسد أو يصاب بلمم أي بمعنى جنون أيضا يأتي بالذكر الذي وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث خول بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نزل منزلا فليقول أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك الحديث صحيح رواه الإمام مسلم فالإنسان إذا نزل منزلا أو دخل بيتا أو ذهب إلى أي مكان كان وخاف من ذلك المكان أو من أهل ذلك المكان ما عليه إلا أن يأتي بهذا الذكر العظيم أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك هذا أثر عظيم أو حديث عظيم مجهنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا هناك أثر عظيم علمنا إياه كعب الأحبار رضي الله عنه يحفظ المسلم من السحر وكيد السحر الأشرار هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ قال كعب الأحبار لو لا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا فقيل له وما هن قال لو لا كلمات أقولها لجعلتني اليهود مثل الحمار فسألوه فقال له أي هذه الكلمات قال أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ هذا الأثر أثر كعب الأحبار رواه مالك رواه الإمام مالك في الموطأ وهو مقطوع صحيح كما قال السليم الهلالي في تخرجه للموطأ لكن هذا الأثر يشهد له الحديث الذي ذكرته سابقا الذي فيه هذا الذكر الذي علمه جبريل عليه الصلاة والسلام لما انحضرت عليه الشياطين من الوادي وفي يد أحدهم شعلة من نار أراد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذكر فلما قال هذا الذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطفأت النار وهزموا بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الذكر ذكرته كثيرا وكثيرا في عدة دروس وأيضا نتحسن من السحر ومن إصابة السحر بإذن الله سبحانه وتعالى بتناول سبع تمارات عجوة بتناول سبع تمارات عجوة على الريغ على الريغ صباحا عن سعد أبي عن سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تصبح من تصبح بسبع تمارات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر الحديث رواه البخاري ومسلم الحديث رواه البخاري ومسلم قال من تصبح بسبع تمارات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر العجوة هو نوع من أنواع التمر معروف في المدينة لكن هناك سؤال دائما يطرح أو يطرحه الكثير هل هذا الحديث خاص بالتمري؟ هل هذا الحديث خاص بالتمري؟ هل هذا الحديث خاص بالتمري؟ أم عام لجميع أنواع التمر؟ قد أجاب عن هذا السؤال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في شرحه لصحيح البخاري فقال في المجلد الثاني عشر صفحة أربعة وأربعون ومئة ظاهر الحديث أن هذه خاصية في تمري العجوة فقط لكن بعض العلماء يرى أنه عام هذا قول الشيخ ابن عثيمين قال لكن بعض العلماء يرى أنه عام وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر تمر العجوة على سبيل التمثيل قال ويدل لذلك أنه قال في بعض الألفاظ يعني بعض الألفاظ الحديث من أكل سبعة مرات مما بين لبتيها ولم يخصه بالعجوة فعلى هذا يكون عاما شاملا وكان شيخنا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين قال وكان شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يعني نصر السعدي رحمه الله يرى العموم ويستدل بعموم بركة النخل وما أشبه ذلك فالشيخ ابن عثيمين يرى بأن تمر أي نوع من أنواع التمر يأتي بهذا الأمر أي بمعنى أنه يحصن من السحر فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر فالإنسان إذا تصبح في الصباح بسبع تمرات من تمرات عجوة المدينة لا يضره في ذلك اليوم الذي أكل فيه ذلك التمر لا سم ولا سحر وهذا حديث صحيح روى البخاري المسلم الصح كتابي بعد القرآن الكريم والشيخ بن عثيمين وناصر السعدي وغيره الكثير من العلماء يروا بأن التمر ليس خاص بتمر المدينة أي ليس خاص بتمر العجوة بل هو تمر عام فالإنسان إذا كان عنده تمر يحاول أن يتصبح دائما بسبع تمرات من التمر بنية الحفظ من السم والسحر وسيحفظه الله سبحانه وتعالى مزداقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر قال ابن عثيمين هذا حق فلن يضره سم ولا سحر لو لدغته حي أو عقرب أو جاء ساحر فسحره فإن ذلك لا يضره سبحان الله أقول وذكر غالب العلماء يخصصونه بتمر العجوة للحديث المذكور كالخطابي والنووي وابن القيم والكثير في الكثير من العلماء يخصصون التمر بتمر العجوة وهناك علماء كما ذكر ابن عثيمين عن شيخ ناصر السعدي وأيضا الشيخ ابن عثيمين رجح هذا بأن أي نوع من أنواع التمر يأتي بفائدة أي بمعنى إذا تصبح به الإنسان لا يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم فعلى المسلم أن يحافظ على ما ذكرنا من هذه التحصنات لكي يتحصن بإذن الله سبحانه وتعالى من السحر ولا يستطيع أن يحرص نفسه أو يراقب نفسه من السحر لأنهم موجودون بقوة وبكثرة وفي كل مكان وبالخصوص في وقتنا هذا ويوجد دول ومدن بها السحر بكثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابرهم ويقطع صيتهم ويقطع أثرهم لأنهم هلكوا الأمة وقتلوا الأمة وسلبوا عقول الأمة وضيعوا أسر الأمة وضيعوا البيوت وضيعوا العباد والبلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله فلذلك الإنسان يحاول أن يتحصن بهذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرتها لكي يحفظ نفسه من كيد السحرة ومن كيد شياطين الجن والإنس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته